سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من حوار الأسبوع وفي هذه الحلقة في البداية أريد أن ألفت عنايتكم كانت من بدء الحلقة فإذاً إذا صار حالة أي تقطع أي هذا ابقوا معنا سنعود يعني مش راح نستسلم الشيء الأول بدليل أن الشات معم يفتح الآن يعني ما استطعت أن أراه قبل الدخول على الصفحات المتعددة أيضاً خبر تاني بدي ألكني إياه إن شاء الله النت يظل يساعدنا لنستثمر من هذه الميزة أنا اليوم وسعت المناطق التي يتمكن الزملاء والأصدقاء من الدخول عبتها لمتابعة البث المباشر يعني بعض يسأل أنه كيف أستطيع الوصول أنت إذا عندك حساب على فيسبوك أنا عندي أربع حسابات وصفحة الآن أصبحت الأربع حسابات كانت وحدي منهم صفحة المتصلة هلأ صاروا الأربع حسابات والصفحة فإذا من أي حساب من حساباتي على فيسبوك ناصر قنديل بالأجنبي ناصر قنديل بالعرابي ناصر موسى قنديل ناصر قنديل كنديل والصفحة ناصر قنديل أجنبي ثم ناصر قنديل عربي مثل ما مكتوبة تحت هاي فيسبوك اليوتيوب فيك تروح على ناصر قنديل بالأجنبي فيك تروح على ناصر قنديل بالعربية الموقفة بس يعني ان شاء الله شهرين زمان ترجع دي وقفوا لنا إياها في عنا بالإضافة لإلهاج الممتديات وعنا صفحة ناصر قنديل إنجليش والشورت فيديو فهو تلاتي يوتيوب تشغالين فأي وحدة منهم أيضا بتفوت عليها بس رجاءا تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس بصير يجيكون إشعار أنه يعني هلأ مثلا بلش يلعب أنه في عنا لايف فبتصير بتاخد اللينك وبتفوت عليه ما بدا يعني أكثر منه بيعطيك upcoming يعني بتكبس على upcoming بتظل فيت إنه هذا جاي بيجي وقته بوقته هو بيعطيك إشعار بوقته بيرجع كمان انستغرام عندك فوت من الانستغرام تيليجرام عندك فوت من التيليجرام منصة تويتر فوت من تويتر عم ينشر عكل حال يعني أنا عم بتحقق إنه أكيد موجود يعني ويبقى موجوداً يبقى متاحاً بعضنا كذلك على الفيسبوك والباقي لينكين عندك حساب هناك أيضاً فيك تحضر هناك فإذا صرنا يعني موجودين بأغلب الأماكن التي يمكن أن نتوقع إنه الناس موجودة عليها تيك توك بعد يعني عندنا باقي المنصات الغربية رغم إنه محسوبين على الصين يعني مثل العادة بيطبقوا المعايير الأمريكية ليظلوا المتطرفة ليظلوا الأمريكان راضيين عليهم وما يلاحقوهن إلى آخر يعني مش بحثنا لكن بدنا نحاول نشوف يعني كمان تيك توك منفعله ومنستفيد من يعني الوصول إلى الذين يتابعون عبره رح فوت على الموضوع نحن اليوم هذا اليوم للأمني هو يوم المجاهدين هذا يوم المقاتلين في الجبهة الأمامية يوم رمات الصواريخ يوم شباب سلاح الجو العربي الأول الذي يسيطر على أجواء فلسطين المحتلة هني بيعملوا عندهم سيادة جوية على الأجواء اللبنانية هذا صحيح لكن المقامة تملك الآن السيادة الجوية فوق أجواء فلسطين المحتلة ما حالي يعتبرني عم ينزع ويستخف بهذا الكلام هذا كلام حقيقي هذا كلام جدي طيران المسير للمقامة يذهب ويجول ويصور ويضرب ويقتل ويقصف ويعود وتوه الرادارات عنه وتلاحقه الطائرات الحربية والطائرات الطوافات وتفشل في ملاحقته وصواريخ الدفاع الجوي تتعب معه ولا تصل إلى جدوى وإلى نتيجة هذا هو الوضع السيادة الجوية في أجواء فلسطين المحتلة طيران عندنا مسيطر طيراننا عندنا مسيطر هل أد؟ بيضربوا؟ نضرب هلأ نوعية الضربات المقاومة ما عم تختار أن تكون كضرباتهم احكينا الصبح ليش؟ ولا بنرجع من عيد لأن المقاومة تتحسب لحرب طويلة والمقاومة لا تلقي ما في جعبتها فورا ولا تبحث عن إنجازات إعلامية ولا عن فش تخلق ولا عن تعبير عن غضب ولا عن انتقام المقاومة تبحث عن ناصر والناصر يحتاج أن تبقى أنت حتى آخر لحظة إذا إجا الأمريكي يقاتل معهم أن يكون لديك من العدة والعتاد والناس والقدرة على الصمود ومعها وهذا الأهم ما لم تكشف عنه بعد لتكشف عنه عندما يصبح عدوك في حالة الترنح وتكفيه تلك الضربة كي يسقف مش بتضربوا الضربة القوية وهو قادر على الثبات بالميدان تضربوا الضربة القوية ليقع أرضا فهم بلأوا بالضربات القوية الآن كل شيء بيعملوا يعني مؤلم موجع لكن خفيف الوقع أمام الذي جرى لذلك هم فقدوا القدرة على تحقيق إنجاز المقاومة طلعت من تحت من تحت الرماد مضروبة مقصوفة مدمرة الكل يقول خلاص انتهى حزب الله انتهت المقاومة ما بقى في شيء لا صواريخ حتطلع ولا مقاتلين حيقاتلوا ولا طيران مسير ولا من يحزنون كلها أربع خمسة أيام هذه حشرجات الموت وإذ هذه المقاومة والأربع خمسة أيام اللي قالوا حشرجات الموت كانت لملمة جراحة كانت بلسمة جراحة الآن خلي نحكي باللي صاير اليوم هلأ حسب القناة الرابعة عشر عشرات الجنود الجرحة إلى المستشفيات تأديرات المقاومة بحدود المائتين حصاد اليوم اكتبوا عندكم حصاد اليوم للمقاومة هو أعلى يوم في تاريخ المواجهة منذ بدأت العملية البرية أعلى يوم الحصاد اليوم قرابة المائتين بين قتيل وجريح بعيد الشعب لحد الآن لا ما أدروا الشباب ينهوا لا يحصوا لأن المعركة مستمرة صار لتنعشر ساعة المعركة مستمرة وهي لا تزال مستمرة دمرت فيها خمس دبابات قتل فيها وجريح العشرات كماء مش كمين معارك مش معركة ملاحم مش ملحمة بين البيوت وبقلب البيوت وبين الزيتون وبقلب الزيتون معارك طاحنة بعدة اتجاهات يبدو كتيبة دخلت ومعها كتيبة مدرعات يعني عم نحكي عن قوام نصف لواء اللي دخل وبطش به المقاومون بطشا مبينا يعني يفروه فروا طيب هذا عيتا مركبة شو بدنا نحكي عن مركبة عن ميز مركبة خمس دبابات فالمقاومة قالت 28 دبابي لحد مبارح المساء بعتقد اليوم ان شاء الله بيعملوا رقم أدو هلا مبارح حكينا عن كلام جالنت اللي قال أمام بلينكين انه حتى بعد انتهاء العملية البرية هلا بعد عم بخضر أنا على الجزيرة مناقشة الخبراء والمحللين لكلام هاليفي رئيس الأركان قاعد معه انتهو شفتوا وجوه اللي حده هو عم بيحطه بنط وبدو يطلع الحكي انه هو بضايا ومبين محمس متحمس وانه هو نقتل رئيس سرية قال بجباليا حتى حدث يعني معني كبير اه 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 عم طلع بوجوهن هني صفرة دبابات نعسانين مرهقين كيفانين محبطين هو عم يحكي ولا فيه حتى على وجوهن اشارة من اشارات الحياة مش الحيوية مش الحماسة مش النخوة لا حتى اشارة حياة يعني مبينين مومياءات جثث محنطة وقعد هؤتنين جنرالات على يمينه وعشماله انه عمين عم تفشلط يعني عمين عم تكذب انت وهذا طريق الانتصار في المعركة لمهم حكي هاليفي لا يمكن ان ننساها هي الاصل هي الاساس ولا بتشوفوا كيف رح تصير هي الاساس للي شككوا بين المقامة بمناورتها السياسية التي قالت فيها وقف اطلاق النار وسبعة عش سفر واحد عندما اصبح الاسرائيلي في اعلى الشجرة عاجزا عن القبول انه هلأ بطلتوا متلازمين مع غزة ما هو كان بده اياك تظل متلازم مع غزة لحتى يقول انا طالب وقف اطلاق النار والعودة للسبعة عش سفر واحد وحزم الله سبب استمرار الحرب فينقلب اللبنانيون والعرب والعالم على موقف المقامة المقامة بحركة ذكية وضعت الاسرائيلي كيك هم أب مثل ما بيقوله وعلته على العالي حطته بعض الضربات التي تلقتها في مناخ نشوة النصر فبدأ يتحدث عن انه يريد ان يفكك حزب الله وان يسحب كل السلاح ويدفعه الى ما وراء الليطاني بالحد الادنى وان يحصل على امتيازات وطبعا هذا الحكي مش بس غرور لحتى نفهم هذا مش بس كبرة الخاسة هذا مش بس نشوة النصر لا هذه هي القراءة الواقعية الوحيدة لما بعد 7 أكتوبر بعد 7 أكتوبر وصل العقل الاسرائيلي الجمعي الى قناعة اما تزول اسرائيل واما ان تنهي اي شكل من اشكال المساكنة مع مقاومات مسلحة عبر الحدود لان المقاومة المسلحة عبر الحدود اذا ظاهرتها الاضعف هي غزة فظاهرتها الاقوى هي لبنان واذا غزة بتفكر بتوفان وبتروح بتجتاح غلاف غزة حزب الله سنوات بهددنا بالعبور فما الذي يمنع في لحظة ما وهو قد فتح الجبهة لانه اقتنع انه يجب ان يفتح الجبهة فاذا خلاص ما بقى فيش اسمه ضمانات الضمانات هي اجتثاث المقاومة لذلك راحوا على هاي وتوهموا انه صار فيه ان يجاهروا فيها للي عم بيقولوا اليوم هليفي لسبب الخروج من العرب شو عم بيقول هليفي اللي قالوا لني يا الامريكان انه انتوا بعد قتل القادة يعني في 27 ايلول قبل الضربة الايرانية يمكن ما كانت صارت الضربة الايرانية لو اعلن الاسرائيليون انا رأيه كانت صارت طبعا بس عم بحكي هني كيف يفترض يفكروا انه بيعلن الاسرائيلي انه هو يعني انجز المهمة هو تخلص من قدرة حزب الله عبر قتل قياداته وامين العام تخلص من حماس عبر قتل رئيس مكتبها السياسي صحيحيا السنوار لكن يعني اسماعيل هنية لا يزال صيدا ثمينا هاما وتزعزع وضع الحركة وتضعزعو الى اخره وهذا و نحن جاهزين لاتفاق هو قراءته بسبب عنصريته هو يتوقع انه هو تنجح بهذه الضربات لانه اذكى لانه اكثر حنكة لانه اكثر تفوقا لانه عنصر بشري استثنائي وبالتالي من استطاع ان يفعل هذه هي استطيع ان ينتصر في الحرب واقتنع هيك والامريكي مقتنع معه فلنذهب الى الابعد وراحوا الى الابعد هلا شو اللي عم بصير هلا اللي عم بصير انه هذا الجيش كسر وهون ما فيه انه يقمروا شو بيقمروا ويقوموا كسائح بيهرموا من الجبهة يعني اذا بيضلوا بيضغطوا مثل يعني عندك مكنة رابطة بشريط كهرباء وداية تحمل عليها احمال اكبر من طاقة الشريط على التحمل حمل قد ما بدك بسم الله خير بده يفرقع وبده يتكب ديجونتير وبده تروح المكنة وبده تخرب الدنيا كلها بيعمل لك حريق في البيت ففي عناه عاند نتنياهو وفي عاند جالنت مبين جالنت كلام مبارح يمهد لانهاء العملية البرية لانه لنيرجع ونعيد شو عم بيقول جالنت عم بيقول حتى بعد انتهاء العملية البرية نعرف باللغة شو يعني يعني بالفرنسي بالانجليزي بأي لغة بتكون إياها انه حتى لو تم انهاء حتى مش لو تم حتى بعد انهاء العملية البرية فإذا أصبح الانهاء أمرا قائما والحديث عن ما بعده هو لم يقل حتى بعد انهاء العملية البرية وإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني لنقول أنه ستستمر ملاحقة حزب الله هذا تحديد للمهمة المستمرة هو ما قال حتى بعد انهاء العملية البرية وإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال سوف نستمر بملاحقة حزب الله لو قال هيك كنا لنا هذا قرار تصعيد كبير هو شو قال قال حتى بعد إنهاء العملية البرية سنواصل ملاحقة حزب الله حتى إبعاده يعني بده يبعده إلى ما وراء الليطاني بدون العملية البرية أنه بده توقف العملية البرية وحزب الله لا يزال جنوب الليطاني فإذا هو يضع فرضية أولى واضحة أن العملية البرية ستنتهي وأن حزب الله سيكون عند إنهائها لا يزال موجودا جنوب الليطاني وسكان الشمال لم يعودوا لأنه هيك آية حتى بعد إنهاء العملية البرية سنواصل ملاحقة حزب الله حتى إبعاده إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال فإذن بده يوقفه وبعد لا سكان الشمال رجعه ولا حزب الله ترك جنوب الليطاني وعنده شي سري ما منعرفه شو هو الملاحقة على أساس قبل العملية البرية ما كانت الملاحقة ما كان القصف التدميري ما كانت الاغتيالات ما كانت الضربات وفشلت في إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني وفشلت في إعادة سكان الشمال أنا قرأت وأنا مسؤول عن قراءتي أن هذا عمليا إعلان فشل الحرب هلأ كلام جلنت اليوم كلام هليفي شو عم بيقول هليفي في مون الأمريكان إذا بتتذكروا بـ 14 نيسان يوم الضربة الإيرانية اللي هزتهم طلعوا هلأ البراغيت يعني أنا مسمينه البراغيتي فشفشوا وبععود وأنه جوها ضربة مسرحية ومدرجوا ومتفقين عليها وطلع الدوير يقول طائرات المسيرة ما فيها شحنة متفجرة وقالوا الإيرانيين هذه المرة أظهرنا القوة في المرة القادمة سنظهر القوة ونمارسها وفي المرة الثالثة إذا هلأ عملوا عدوان سوف نظهر بأس القوة ونمارسه صاروا يتمسخروا لما اجتوا الضربة الثانية وكشف ما فعلت الضربة الثانية نعرف أنه الإيرانيين كانوا صادقين أنهم في المرة الأولى أظهروا القوة فرجوهم للأمريكان شو عندهم قالوا لهم شرفوا نزلوا الصواريخ إلكترونيا وجهوها تحكموا فيها نزلوا الطائرات المسيرة إلكترونيا خدوها تحكموا فيها هذا كان هو المعيار التقني للضربة الأولى للوعد الصادق الأول والقول للإسرائيليين أنه أنتوا مع مين عم تلعبوا طيب في الضربة الثانية فيه دمار كبير نعم نعم سموتريتش عم بيقول مئات القتلى والجرحة وهذا يعني قالوا خدوا صرارهم من صغارهم هو عم بيقولها لا يقول يجب أن يكون الرد قويا ما تضحكوا علينا وتقولوا لنا عملوا ضربة خفيفة عملوا ضربة خفيفة عنا مئات القتلى والجرحة يا إير لبيت بيقول دنبرت قواعدنا العسكرية طيب نيويورك تايمز واشنطن بوست درجتنا القاعدة نيفاتيم مدمرة ويقال أنه في عشر طائرات أف خمسة وثلاثين أحرقت في مدرجاتها بل إيها يا سيدي المدرجات مدمرة المهاجع مدمرة وما منعنا نعتقد أنه للمهاجع يعني كانوا فضعا يا سيدي كانوا فضعين دمرت القاعدة ودمر مقر الموساد ومعها الله أعلم الأهداف الأمنية التي أصيبها وهني عم يتحدثوا عن نصف مليار دولار خسائر وعن خمسمائة منزل هذا الجيش أفرج عنه يعني سماح بنشره كمعلومات فإذا بالضربة الأولى شو قال لهم الأمريكي قالوا ما تردوا احتفلوا بالنصر لقد نجحتم بإسقاط 90% إذا بتتذكروا الكلام 90% من الطائرات والصواريخ التي استهدفتكم اخرجوا واحتفلوا بالنصر إنه لتبرروا عدم الرد وهيك عملوا على كل حال يعني بعتوا وقت زيطة على هذا وقال نحن انتصرنا لأنه ردي أسقطنا وضربنا يعني منعنا الأذى وهذا هلأ عم يعمل هيك هليفي شو عم بيقول أنه نحن قتلنا قادة حزب الله وخلص ما بقى في شي بعد قتل القادة واقع الحال هو بيعرف أنه هو مش عشان هيك عم بيقول وبات الآن يمكن انهاء العملية البرية وبات الآن هذا كلام حرفي نحن نجحنا بقتل قيادة حزب الله وقادته الميدانيين وقد بات الآن ممكنا انهاء العملية البرية ما حدا فهم الرسالة قاعدين يحللوا بأنه هذا مبالغ بإحساس النصر لك ها ما عم يحكي عن نصر ها دا عم يحكي عن هزيمة عم بيقول نحن ما بقى فينا نحمل عم بيقول الجيش فرط بين دينا عم بيقول دباباتنا مشلقا حم دمرها أشلق شظايا جنودنا مش قادرين نلمج ريهن وديهن وانخاعاتهم الملزقة على الحيطان طائرات الهيلوكابتر ما عم بتلحق تلم حتى الآن أكثر من مئتين اليوم لو شو يعني قناة 14 هيتاعت نتنياهوها لما بتقول عشرات عادة لما بتقول عشرات أنت عن حالك لما تنفذ رأم المية أنتوا بتعرفوها سيكولوجيا يعني أنه يخي 130 ما فينا نقول مئات لأنه أقل من 300 فبالتالي ما منقول مئات منقول عشرات 150 160 170 هاي عشرات 15 10 17 هذا معنى العشرات ومين قناة نتنياهو يعني الأشد تطرفا والأشد حماسة للحرب هي عم بتقول عشرات والجرحة إلى المستشفيات المستشفى صفض لحاله عم يحكي عن 31 و30 مستشفى رامبام حيفا كان عم يحكي عن سبعة وشيعة الأبيب وشي ما ما حكوا عنه وشي ما ما اعترفوا وشي ما ما اعترفوا وإنه هلأ خمس قتلة هاو مثل تعول مبارح مثل تعول أول مبارح صار لهم ثلاثة أيام كل يوم بيعترفوا بخمس قتلة أنا رأيي الخمسة ضربوهن بخمسة يعني على ذمتي 25 و30 قتل حد أدنى ففيه اشطير وين المعارك عم بتصير انتو طلعوا المقاومة الفرق 36 اللي منتشري من مروحين إلى طرف بليدة عيتارون هاي الفرق 36 ضرب فيها شغال شو فيها الفرق 36 فيها لواء قولاني وحد منه طبعا حوائج مدرعات ومظليين بس العصب الأساسي فيها لواء قولاني ولواء قولاني وجهت له المقاومة حتى الآن خمسة ضربات قاسية ضربت بن يمينة للواء قولاني لضباط الأركان اللي عم يعملوا دورة هاي وال67 جريح والأربع قتلة اللي يمكن يكونوا أكتر من 150 بين قتلة وجرحها هذا الرقم المعلن هاي بقاعدة بن يمينة بمعسكر الجولان اللي ضربته المسيرة العراقية واعترفوا بقتلين و24 جريح لواء قولاني تدريبات بكل الجبهة الأمامية في الأيام العشرة الأولى لما كانت محاولات التسلل والتقرب كانوا هني عم يعلنوا وحدة إيجوز شو هي وحدة إيجوز هي النخبة نخبة الكوماندوس في لواء قولاني فإذن لواء قولاني الرقم اللي أعلنته المقاومة واللي هو موثق 25 قتيل و135 جريح طيب الآن المقاومة مبارح أعلنت عن 70 قتيل و600 جريح أنا رأيي أغلب من لواء قولاني لأنه هو اللي كان على كل الجبهات معركة مثلث القوزة حرامية معلن ومعروف أنها مع لواء قولاني الآن معارك عيتا مع لواء قولاني معارك بليدا ميس بين الفرقة 98 وبين لواء قولاني وبالتالي إذن المقاومة الآن بالميدان واضح صار الخط البياني هذا غير قابل للتعديل يعني اللي بيعرف بالعسكر وبيعرف بالحروب هذا غير قابل للتعديل إلا إذا عندك قوة خاصة موجودة خارج المعركة خارج الميدان بكامل أريحيتها تأتي بزهو معنوي وبمقدرات مادية استثنائية يعني نوعية سلاح بعده غير مكشوف غير معلوم وتدخل وتخلق تحولا نوعيا هذا بوضع المقاومة ممكن لأنه بعد الردوان ما نزل على القتال بعده الذي يقاتل وحدة نصر ووحدة عزيز المقاومة عندها إمكانية أن تقول هذا وعندها تبدأ الصواريخ النوعية بأن ترمي رميا تمهيديا لما بدون يفوت على المعركة إذا حان موعد العبور إذا مارس للإسرائيل العناد في رفض التسليم بالشروط والفشل فبالتالي ممكن هذا هذا بحالة المقامة أنه عنده قوة احتياطية هو عنده شيء واحد أنه الأمريكي يقرر يفوت المعركة أنا رأيي أنه الأمريكي ليس يعني هو حمار بس مش إلى هذه الدرجة يعني حساباته خاطئة هيك بقصد بحمار يعني بس أنا أحب يعني استخدم مرات بعض الطرفة والهذا لسليكنوا شوي من التوتر والتعصيب والهذا والحماسة والشد الأعصاب فعلاً حمار كيف يفكر الأمريكي أنه بيقله أنه أضرب لأنه هاي الأكيدة بعد هوكشتاين أنه راح بلينكين قال له نضربه أماكن التمركز التي تؤثر على الرئيس نبيه بري روحوا عن مستشفى شو عندكم؟ مستشفى الساحل منطقة الجناح منطقة الغبيري منطقة كذا أنه هاي جمهور الرئيس بري يضغطوا عليه هذا حمرني لأن الرئيس بري يعني يعني اللي ما بيفهم سيكولوجيا الرئيس بري لكم خمسين سنة بتتعملوا أنتوا إياه من 82 من لما كان ماكفرلن يفاوضوا قبل الانسحاب بالمارينز من لبنان وهذا إلى ما بعده يعني جونداليزا رايس بألفين وستة إلى ما بينهما جون كيري إلى ما بينهما إلى يعني شو جايين هلا عم تختبروا روحوا وقروا الأرشيف تبعكم بتعرفوا أنه مزيد من الضغط ينتج عنده مزيد من التصلب فبالتالي هاي حيوانة يعني بالمعنى السياسي مع احترامي للبشر يعني نحن مش على الطريقة الإسرائيليين نقوله بشر باقت حيوانات لكن هذه حيوانة سياسية يصح التعبير تشبيها بالإذن من الجاحر فهذه حيوانة سياسية تضغط على الرئيس بري بالقوة أنت فيك تضغط عليه بالتحييد ايه وراح وقال قصب وصور المدينة عن حبيبة قلبه وحبيبة قلبي طبعا معقول هذا عقل أمريكي العقل أمريكي تعودنا عليه كان جيفري فلتمنت دايما شو يقول يقول حتى إذا الرئيس بري متطابق مع حزب الله يجب أن نخرج ونقول أنه الضمانة هي عقلانية وحكمة بري وأن نرسل له الوفود من الخصوم اللي هن جماعة أمريكا نبعت له إياهن لنزرع الفتنة بينه وبين حزب الله لنخلق تباعد يبلشوا جماعة حزب الله يقولوا شو الرئيس بري عم بيبيعنا يردوا جماعة الرئيس بري يقولوا أنتوا لأ أنتوا نحنا نحنا أنتوا مش أنتوا تعلق الناس ببعضها هو اللي معند والرئيس بري صاير عم بيتصلب وبيتعصب مبارح أحلى شيء طلع معه سمير جعجع على العربية هيك قال أنه هو بصفنة الحكيم الفيلسوف أنه أظن بلا ما أولى رجع قال أولى أولى أظن أنه قراره مش عنده لك من عم تحكي أنت معقول يعني في عاقل سياسي بتعامل مع الرئيس بري بهذه الطريقة يعني أنه فكرك بهذه الطريقة أنت بتضغط عليه لحتى يثبت لك إليك أنت أنت اللي مش أريك مش شايفك مش شايف لك من أرضك بده يشغل باله كيف بده يأنعك أنه قراره عنده بأنه يروح يقول أنا أبيع المقاومة أنه بتكون أنت يعني نظاي شاطير أنت سنوكر يا حبيبي هذا كل يوم بس يخلص برنامجه اليومي بعيط اللي بديوا يحكي معهم سياسي وبيلهم أنت ماشي تسنوكر وبيصير بيضرب الطابع على طابع على طابع على طابع لا يفوتها بالجورة فيه سخافة وتفاهة في التفكير هذا الأمريكي الأمريكي بديوا يجيب جيش وليقاتل هون أنه يجيب الواحدات الخاصة الأمريكية يحمل توابيط على أمريكا ويشو بتختلف معنويات صرمي بس بالأرض معنوياتها شو مرتزق بيقبضوا معاشاتهم أنه عندهم قضية بدون يقاتلوا كرمالة الأمريكان حدا هاجم مع أمريكا وعم بيديفوا عن بيوتهم وأرضهم وعرضهم شو عم أنه جيين كرمال اللي معاش مثل ما قاتلوا بأفغانستان وهربوا ومثل ما قاتلوا بالإعراء وهربوا هوني الأمريكان أنه شو بخوف الأمريكي بالقصف طيب هل يستطيع الأمريكي أن يقدم في القصف ما لا يقدمه الإسرائيلي شو بيقدم أف خمسة وثلاثين هاي أف خمسة وثلاثين ألفين رطل هاي الألفين رطل فرقعة متتالية هاي فرقعة متتالية تنزيل أبنية بصاروخ واحد هاي تنزيل أبنية بصاروخ واحد قتلوا القادة هاي قتل القادة وهو مشارك فيه وني عنه بس أنه شو جديد اللي بدوا يدخلوا على الحرب وإما أسند الإسرائيلي به ليستعمله فشو بعد فيه ما بقى في شيء لذلك حكي هليفي هو حكي حقيقي هو حكي أنه نحن ما بقى فينا وبالتالي لازم نلاقي عن صورة نصر وصورة النصر هي أننا قتلنا القادة أتلنا السنوار وأتلنا اسماعيل هنية وأتلنا سماحة السيد الشهيد المقدس أتلنا السيد هاشم صفي الدين المناضل البطل الجسور أتلنا 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 فبالتالي الآن نقول أنه من الآن إلى عشر سنوات لن تستعيد هذه المقاومات قدراتها وبالتالي نطلع من النظرية اللي هون بدينا على الأمريكي يقول يا عيب الشوم على الوسط يا عيب الشوم مجيء بلينكين من شانشي واحد لا تعرفوا ليش لأن إسرائيل لم تعد قادرة على مواصلة الحرب ولأن جبهة لبنان في السياسة تخنق إسرائيل ولذلك لا يمكن الذهاب إلى قبول الشروط اللبنانية شو بديو يروح يعمل الإسرائيلي الأمريكي بديو يفرش له يهيئ له بديو يروح على اتفاق في غزة واتفاق في غزة بيأدي إلى وقف إطلاق النار في كل الجبهة وبيبقى الوضع هون رمادي منتفاوض ومنحكي ومناخد ومنعطي بس الإسرائيلي مش ملتزم بوقف إطلاق نار مبني على 17-01 بيتركها موها بركي بيقدر يعدلي يحسني هذا هو بيصير وقف إطلاق النار أنه ذهب واتفق مع غزة وتوماتيكيا جبهة الإسناد وقفت وبيقول طالما وقفت نحن سنوقف ونرى ما الذي يحدث على الصعيد السياسي جبهة غزة لا يروح عليها بده مكاسب بده صورة نصر وهو ضعيف عم يضغط من خلال المجازر في جباليا وفي شمال غزة بطريقة يعني مهينة لكل الضمير الإنساني ولكل البشرية اللي ثبت أنها مريضة وثبت أنها عنصرية وثبت هذا حكي وزيرة خارجية ألمانيا يعني فعلا لا أنت وتأقرأ الكلام عن بعد وما شايف صورتها بتشم ريحة فم كريهة حفيدة هتلر أكيد اللي عم تحكي هيك أنه إذا كان في مدنيين وبيناتهم في إرهابي والوصول له لا يمكن إلا بقتل المدنيين فليكن أنا هيك على المنبر البرلمان أنا أؤيد قتل المدنيين ما هتلر شو قال عن اليهود قال بينهم شياطين لا أعرفهم فكيف أميز الشيطان أقتل الجميع ما هي نفس النظرية لو في حدا بلينكين شو يجعن بيقول هذا المؤلم الحقيقة أنه ما أدري أن تعملوا إلا وسطها ولكن أعملوا وسطها عن جد يعني ما أدري أن تفوتوا حب الدواء ما أدري أن تفوتوا نقطة ماء ما أكل ما أدري أن تمنعوا قتل المدنيين ما أدري أن تفوتوا لأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومش أدري أن تعملوا إلا وساطة أخي يقبلنا بس أعملوا وسطة بيوقف بلينكين حد رئيس وزراء قطر وشو عم بيقول بالمؤتمر الصحفي؟ عم بيقول أنه نحن جايين لنشتغل على المفاوضات بموضوع غزة بس هذا في شرط له أنه ترجع حماس وين ورد دخلكم هذا الشرط؟ هدا منكم أرى غير عندنا تانياهو؟ يعني فيه بالبنود اللي إلي علاقة مثلا بالقرار 27-35 أنا استحلات صحفي يطلع يسألوا لبينكين عفواً حضرة الوزير بالأرار اللي صادر عن الأمم المتحدة وبمبادرة الرئيس بايدن ما فيه هذا الشرط هذا جديد هذا تفسيركم أنتو هذا سمعناه من نتانياهو يعني تدخلون شرط نتانياهو بأن يكون وقف إطلاق النار في غزة مشروطا بضمانات بأن حماس لن تعود ويا حضرة الرئيس الوزراء القطري ما هو تعليقكم؟ الوزير الأمريكي اللي هو شريك بالوساطة الثلاثية يضع هذا شرطا هل توافقون على هذا الشرط؟ يعني هل تم تعديل الوساطة وأصبح هذا جزء منها؟ ما في كل ما لا صحفي بيسأل لا وسيط بيعدل بيقول أنا وسيط أنا شريكي بيمتفض لدوره بقول له لا حضرة الوزير هذا ما اتفقنا عليه نحن الوساطة هي في نص مبادرة الرئيس بايدن وفي نص قرار مجلس الأمن وحماس أعلنت الموافقة عليهم وبعده عن صاحبك نتانياهو الأمر معطل فهو جاي بده يجيب مكسب ماه لنتانياهو لا يروح ياخده على غزة نخلي نتعود شيء لما بيكون الإسرائيلي مأزوم بتشوف الأمريكي بالمنطقة أوعى حدا يصدق فأوضوها مني يصدقوني إنه الأمريكي حتى إذا بده أثمان بخليك أنت تصرخ وتروح تطلبه لا شو بده يجي ما بيجي ما بيجي الأمريكي بيجي على المنطقة فقط عندما يكون الإسرائيلي بأزمة الإسرائيلي قبل ما يعلن إنه هو بده يوقف العملية الرئية يبعث لنا هوكشتاين بركي في ثمن قادر يحصل عليه ما بيعلن وقف العملية البرية وبيطمننا إنه هو يعني مهزوم فلذلك أجل الكلام أوهلي في اللي اكتشفوا فيها أنه يا جبل ما يهزك ريح أنه لبنان ثابت صلب متماسك عند موقفه منسق مع المقامة وتقسيم أدوار جيز لنتنياهو وقال له نحن أبلانين بوقف النار وبالقرار 17-07-01 والمقاومة شهرت تمنعه على الحدود وتكبده الخسائر هذا التكامل وليس التطابق هذا الذكاء الاستراتيجي مش إنه بصير هذا عم ياخد شغل هذا وهذا عم ياخد بصير المفاوض لازم يقل له لا نقبل إلا بوقف النار في غزة والمقاوم بيرفع له بيان سياسي للإسرائيلي بوجو لا المقاوم شغلته في الميدان أن يكبده الخسائر وأن يمارس التصب والمفاوض شغلته يفتش على الخواصر الرخوة ويضرب عليها وبالتالي إذن هو موضوع مجيء موفدين وهذه هرولة الموفدين ما إلا إلا معنى واحد أن الإسرائيلي في مأزق أن الإسرائيلي فشلت حربه أن الإسرائيلي لم يعد قادرا على تقديم المزيد في الميدان فهذا شيء واضح لازم نحطه في بالنا وننتبه شو جاي الأمريكي إذن يعمل جاي ياخد مننا يعني هو بمأزق الإسرائيلي فبدوا يحاول يبيعه أنه قوي بدوا يحاول هو يعرق الإمكانية أنه لا ما بيمشي الحال إذا 17-01 بدنا نلاقي لنا طريقة بدنا نفوت الإسرائيلي أخذ على عاتقه مستوطنين لن يرجعوا إلا إذا في وضع جديد على الحدود بدنا نفرج في وضع جديد على الحدود يعني محاولة للضغط النفسي والسياسي والإعلامي مع الضغط الناري لأنه هلأ بشو عم بيهددنا جلن أنه منوقف الحرب البرية ومنكمل قصف كمان هاي حيوان ما أنت مش بس كنت بالقصف أنت كنت بالقصف الأفعل ليش عمقول أفعل لأن القصف يوم كان الجنوب والضاحية والبقاع بكل سكانهم كان أشد قصوة أول يوم لحاله 630 شهيد وألفين جريح اليوم الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحة لكن الأعداد أقل بكثير فإذا لم يعد بذات القدرة على الإعلام بعد مؤلم لكن ليس بذات القدرة اثنين اغتلت من القادة أعلاهم ممكن أن تغتال أيضا لكن أعلاهم يعني آلمنا أكثر طيب ثلاثة ما كانت المقاومة بعد استردت عافية نيرانها لتواني لا يصير حيفة مثل كريات شمونة ولا يصير الخط الأمامي عندك كله مدمر كله 135 مستوطة ما فيها حجر على حجر رفضوا حيفة على الطريق ونهار يامعون وطبرية هاو أربع مدن بدك تشيلون شئاف كم من فان هاي النارية بدأت تغير معادلة وانت بتعرف انها بتغير معادلة بتمزح مع بيروت انت بهلة الأبيب والمقاومة مرة أخرى وعاشرة ومئة لكل اللي قالوا انه أفقدت لبنان مشروعية الدفاع لا تويخزوني هذا ما له علاقة بعلم الحروب لا بعلم استراتيجيات لا بعلم السياسة أبدا المقاومة بجبهة الإسناد أكبر عمل دفاعي عملت لأنها وضعت جهوزية كاملة الإسرائيلي بده يخلص من غزة ويجي لها هي جهزت له لذلك اضطر بالآخر أجل أخر 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 اضطر يجي قبل ما هو مش مخلص بغزة وها هو لمحضر كل اللي عملون البيجر واللاسلكي والاغتيالات واغتيال الأمين العام ما كان ناوي على حرب هؤلاء شو محضرون لإحتفال عيد الميلاد هؤلاء محضرون لأنه ناوي على حرب وهؤوا ما بيضاينوا لمية سنة ولخمسين سنة ولعشر سنين ممكن كان سمحت السيد بعد سنة ينقل إلى مكان آخر ممكن القادة أنفسهم ينشالوا من مراكزهم أو يتوفوا بطول العمر أو بمرض أو بهذا البيجر ينكب وينجاب شيء أحدث منه وما يقدروا يوصلوله وينفخخوه أو يكتشف التفخيخ مثل ما قالوا أنه أحد أسباب التفجير هو الانكشاف فبالتالي هؤلاء ينعملوا ليستعملوا على النار يعني خلال أسابيع وشهور فإذن هو كان يعني يجهز للحرب مش أنه الأمر له علاءة بأنه لو ما فتحنا جبهة الإسناد ما عملوا علينا حرب هذه لعبولات مع إسرائيل مع إسرائيل أنت بدأ ذريع على تعمل عليك حرب وحط البادج على كتاف جنودها خريطتها فيها جنوب لبنان للليطاني قال أنت لما عم بيعلق عن الانسحاب إلى ما وراء الليطاني دغري ضاب جملي وحيث حدودنا الشمالية بكل وقاحة أنه على حزب الله ينسحب إلى ما وراء الليطاني حيث حدودنا الشمالية روحوا أخضروا سموتريتش قال الشم هي العاصمة هذا مشروع إذا قيد له أن يشعر بالغرور والقوة ما في حدوده والخريطة اللي على كتاف الجنود شمال مصر معهم هاي دلتان نيل كله بإيدن ضام مينا جنوب السعودية بما فيه مدن العشرين ثلاثين كله جزء الأردن كله جنوب سوريا محافظاته الثلاثة قنايترا وسويدا ودرعة جنوب لبنان إلى الليطاني يعني أنه مش أنه هذا حكي لكن الخريطة على كتف محطوطة ونتنياهو الصورة اللي حملها بالليونيورك من السن الماضي هاي هي هاي الخريطة مع إسرائيل الراهنة المستقبلية من الفرات إلى النيل إذا قدروا وإذا ما قدروا بيصيروا مثل هذا قال له كما شو شرطي قال له واحد بالشام فضربوا يعني سألوا بالأول قال له أنت شو اسمك قال له دياب قال له منانيا دياب قال له من باب مصلى باب قال له شو سلاحك قال له موز weather حطوا صمت سوك يأكل هذا الكب فالطريقة الوحيدة لتنسي هذه الخريطة انك تحجمه كي تلكن قصة هذا التعلب اللي فالصبح لقى خياله عشر متار وقال اليوم فطورنا جمل وانتصف النهار طلع لقى خياله وقال وما لقى بعد الجمل اللي يأكله قال خاروف جيد ثم مغربيات يعني قبل ما تغرب الشمس لقى خياله عم بزم فقال انه دجاجة جيدة تكفي ثم عصفور ليشكوا شيئا فالحالة المعنوية ترفع سقف الاهداف نزولها بنزل سقف الاهداف شو بنزل الحالة المعنوية الكفوف واللي عم تعمل المقاومة الان هو هذا وبدأت نتائجها تظهر هلا ما بده يقرأ لكن كلام جالان معلن كلام هاليفي معلن شو عم بيقول هاليفي عم بيقول بعد لقد تمكننا ونجحنا من قادة وقيادة حزب الله وهذا كاف لإعلان نهاية الحرب جالانت مبارع عم بيقول حتى بعد نهاية العملية البرية سنواصل ملاحقة حزب الله عم بيطمن اللي قايلين ما بدنا الحرب توقف لا لا ما رح نوقف بس العملية البرية خلاص درس اليوم اللي عملته المقاومة على كل الجبهة سيسرع في مفاعيل هذا وسيدفع الإسرائيلي أكثر فأكثر هون بدي أفتح أنا على موضوعين حابب أني أحكي عنهم قبل ما يخلص وقتنا اليوم الموضوع الأول هو استهداف الميادين طبعا مع استهداف الميادين واستهداف مستشفى الساحل وأنا قاصد أحكي عن الأمرين أولا للتضامن تضامن بكل من القلب بين العاطفة مع الأسر مع العاملين مع الزملاء مع الأستاذ غسام بن جدو مع الدكتور علامي وأصدقائنا ورفقاتنا لكن أنا ما أريد أن أضيء عليه الإسرائيلي لما بيروح على عنوين إعلامية وعنوين صحية شو ما ألف له قصص هذا دليل أنه أفلس في عنوينه العسكرية هديك اليوم عم بقرأ مقال أنا لواحد يمكن لإسحاق بريك نفسه اللي كان مستشار عسكري لرئاسة الحكومة واللي هو يعني جنرال متقاعد كان رئيس قسم التعبئة الضباط بالجيش فبيقول أنه قد يكون كلامي صادما لقد فرحنا كثيرا واحتفلنا كثيرا رجب الله سواء أمينه العام أو قياداته الميدانية لكن علي أن أسألكم السؤال التالي ألا تعلمون أن أغلب الذين تم ملء مراكز الذين تم اغتيابهم من الجدد لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم ونحتاج إلى سنوات طويلة حتى نتمكن من تكوين ملفات لهم هل تعلمون أننا لا نعلم الآن كيف يؤخذ القرار في حزب الله من هي الجهة كيف هي الآلية ما هي الطريقة ما هي العلاقة بين قيادة سياسية جديدة وقيادة عسكرية جديدة لا نعرفهما ولا نعرف ما إذا كانت الأسماء المعلنة والظاهرة هي أسماء تتلو النص السياسي أم هي التي تقرره أم هي تشارك فيه ما بنعرف فأي إنجاز نتحدث عنه نحن نتعامل الآن عن جد بعد عشرين عام من النجاح في ملء الملفات عن من هم قادة حزب الله قيادته العليا أمينه العام قادته الميدانيون ذهبنا إلى عمى استخباري في التعامل مع حزب الله هذا بيجي بيقولك أنه هذا سبب كافي هليفي ما بيعرف اللي عم بيقوله إسحاق براكن بلا بيعرفه لما بيقول هليفي بناء على نفس الواقعة اللي هي قتل القيادات فينا ننهي الحرب هو عارف أنه نحن خسرنا الحرب لكن أنا عمقول لما بيروحوا على المؤسسات الإعلامية والمدنية والصحية لازم ننتبه أنه هذا إعلان اعتراف بأن البنك الأهداف العسكري ما بقى في شيء موضوع الأخير اللي بدي أحكي فيه هو موضوع الجيش اللبناني أنا بدي أقول لكم شيء أنا لا أعتقد يوجد لبناني طبيعي وسوي لا يحب الجيش اللبناني أنا شخصياً يعني بتذكر بشبابي 15 16 14 17 كنت يساري مطفل يعني أنا بت 73 كان عمري 15 سنين أسس تنظيم اسمه منظمة جيفارة الحمراء فأنا حداً يعني ميلي اليساري علاقتي بالإسلام كانت دائماً أبو ذر الغفاري الإمام علي يعني من زاوية الانتصار للفقراء الوقوف مع المظلوم هذا البعد الاجتماعي التقدمي خدمة الإنسان أنه الإمام علي شو كان تحافظ من أكواله طبعاً اليوم أنا آري نهج البلاغة عشر مرات لكن عمول بتلك الفترة في ذلك العمر وأنا بالمناسبة أرأت نهج البلاغة كان عمري 15 سنين بس الجملة اللي كنت كررها والله لو تجسد الفقر لي رجلاً لقتلته كيف للمرء أن يناموا جائعاً ولا يخرجوا على الناس حاملاً سيفاً بمعنى هذا البعد اليساري طيب رغم كل ذلك وأنه هاي الدولة اليمينية الغربية يعني توصيفنا للدولة اللبنانية وقته كان معروف شو هو بس أنا ما بخفي سر يعني ما بفشي سر إذا قلت أنا كل 22 تشرين تاني اللي هو عيد الاستقلال بلبنان كنت ألبس أحلة تياب عندي وروح أخضر العرض العسكري للجيش اللبناني وأفرح بلما بتمرؤ طائرات الميراج كان عندنا طيارات ميراج أنه عندنا ولما يمرؤوا الصواريخ الدفاع الجوي ويحكوا عنهم فإذن الجيش مؤسسة مقدسة عنده كل اللبنانيين لكن هذا الجيش اللعب فيه قبل الحرب اللعب فيه حتى أخذ ليكون أداة من أدوات الحرب الأهلية فتقسم ثم أعيد توحيده في ظل الإجتياح الإسرائيلي أعيد توحيده قبل بس عزغل بعهد الرئيس ساركيس لكن أعاد إبراهيم طنوس بناء الجيش برعاية أمريكية مباشرة فتفجر والتشضى بالأربعة وثمانين راح صار شئف هذه المرة تم توحيده على إيده بركة هذا الوطني المقاوم العظيم المحتم حماه الله الرئيس إميل الحود ودمج الألوية أنهى الروح الطائفية حط عقيدة قتالية إسرائيل عدو المقاومة حليف ونحن الآن في هذه المرحلة مرأ قادة بالجيش سيئين مثل ميشيل سليمان ومرأ قادة جيدين ومرأ قادة نص نص وأنا ما بدي يدخل بالأسماء لكن أنا اللي بدي يلكني نحن اليوم عندنا شهيد بهذا الجيش رائد ومعه جندي ورقيبي يمكن قصفهم الإسرائيلي بيطر سيرة هذا الضابط الذي استشهد أنه كان في مواقع عديدة وخصوصا في موقع الوزاني وعلى أطراف الشريط شفتوا الفيديوهات تبعه واللي ما شافه أنا بنصح يروح يشوفه ليشوفها الوطنية المجبولة ببنية هذا الرجل وهو ليس فردا مثله كثر في هذا الجيش هذا الجيش عصبه الوطني حقيقي هذا الجيش يعشق أن يستشهد من أجل وطنه كيف كان مين الجيش اللبناني قدام الجيش الإسرائيلي عم بيقول له اسمع نحن عم ندافع عن أرضنا بس انتبه هآخر مرة أنا بحكي حكي شيلة من هون مرت الجاي ما في حكي فيه أمر تاني وبيطلع بالعسكر تبعه وبيقول له عسكر بس سئلك لأم بتلأم طبعا هو يعلم أن وراءه مقاومة بطلة لكن هو بذاته سيكون الشهيد الأول قبل ما المقاومة تفوت فهو إذا مش حاسن مسألة أن يستشهد ما بيتجرأ ياخد هذا الموقف فأنا بدي حيي الجيش وبدي حييه من قيادته إلى جنوده المرشح لرئاسة الجمهورية منتعامل معه بمسألة الرئاسة منفصلة وهو قائد جيش هو قائد جيش ممتاز هو قائد جيش عظيم لأن هذا الجيش عظيم هلا بدي فوت على محل تاني من موضوع الجيش ومناسبة الأمريكي بيقول الجيش الفرنساوي بيقول الجيش العرب بلا استثناء يعني عم نحكي سعودية مصر قطر اللي بيقول الإمارات اللي بيتعاطوا بالشأن اللبناني بيقولوا طيب انتم مسدقين انه فيكن تحكوا عن انهاء ملف سلاح المقاومة وتسليم الجيش ان يكون في بلدي عمي في قوة مسلحة غير الجيش عظيم قبلنا قبلنا في بلد بالعالم جيشه ما بيقدر يحميه هلا انتم قبلوا ما هاي مقابيل هاي اللي ما بده مقاومة مسلحة لك حتى يحرجها للمقاومة إلا أنا مش فهمين ليش أنتو بعد كون متماسكين بسلاح أنتو عم تقولوا للدفاع عن لبنان فرضنا التجنيد الإجباري صار عنا جيش مئة وخمسين ألف صار عنا دفاع جوي صواريخ أس أربعمية وباتريوت لأنه الفرنسي عطانا الكروتال الأمريكي عطانا الباتريوت الروسي عطانا الأس أربعمية وبالتالي نحن ولا إلنا سني ولا طيارة إسرائيلية قربت على أجواءنا عنا الياخونت وعنا صواريخ سطح سطح أمريكية بحرنا محمي ما عنا سلاح جاو حتى ما نكبر الحجر يعني ويقول عم تخينة كتير لكن عنا صواريخ أرض أرض من كل الأنواع من التوماهوك إلى الكروز إلى الصواريخ الروسية سكود وغيرها إلى الإسكندر بحيث أن إسرائيل عندما تقصف عمقنا نقصف عمقها يملك هذا الجيش القدرة باقي بدنا منكم يا شباب هالعدي اللي عندكم اعطوها للجيش بمراحل اعطوه بالأول الأسلحة التقيلة وابقوا أنتم كومندوس في الخطوط الأمامية لكم هيكلية خاصة لكن بتنسيق مع الجيش وفي مرحلة لاحقة اللي بحب منكم يفوتوا على الجيش ما دي أعمار بصير الواحد بالستين بيروح على البيت والشباب فيهم يفوتوا يعني بيقدر الجيش أنه يستوعب عشرة خمسة عشرين ألف يعني لو حدا بيجي بلبنان أو بأمريكا أو بفرنسا أو بقطر أو بمصر أو بالسعودية أو بالإمارات عم بيحكي عن الدول التي تتابع الملف اللبناني هذه الدول الأربعة ودوليا الألماني فيط على الخط الجديد يخي والألماني والطلياني والأسباني والبريطاني من يريد أن يقنع اللبنانيين بأن معادلة مقاومة وجيش لا تستقيم والداخل ما بديش تسمي يعني الأولاد اللي عما ينتعوا يعني بس بدي أحكي بالعمق الذين يقدمون معادلة أنه جيش ومقاومة ما فيه كمل البلد والدول بالعالم ما فيها تكمل إلا بجيوش هذا إله تتم تتمتو عديد في الجيش والعديد يحتاج إلى تجنيد إجباري روحوا على مجلس النواب وقدموا قوانين تجنيد إجباري ما بتكون تجنيد إجباري ارفعوا رواتب الجيش ليصير مغري للانضمام بلا تجنيد إجباري ارفعوا الرواتب بس قولوا بدنا جيش مئة ألف بقال من مئة ألف ما فينا مئة ألف مقاتل مش مئة ألف عديد يعني مئة وخمسين ألف عديد اثنين تسليح تسليح بدنا صواريخ دفاع جوي على الأقل وصواريخ ضد ضد البحار سطح سطح وبدنا مضاد للدروع فعال بدنا اللي عند المثل عند المقام لايكوش عامل المقام وبدنا بناء وحدات خاصة معقدة على قاعدة العداء مع إسرائيل وعلى قاعدة الوطنية اللبنانية تساوي العداء لإسرائيل إسرائيل تحدي وجودي للبنان هوا كلمات شار المالك عن فكرة مش كلماتي أنا ولو صالح العرب جميعا إسرائيل واعترفوا بها على لبنان أن لا يفعل هوا ما كلمات لا السيد حسن ولا الإمام الصدر هوا كلمات شار المالك اللي بيتباهوا فيه مؤسس الدبلوماسية اللبنانية وواضع شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللي كان سفير لبنان في نيويورك ثم أصبح وزيرا للخارجية فش عاقل بلبنان ما بيفهمت شي طيب تعالوا روحوا على الدول أقولوا هالكلام بيجيك موفد أمريكي نعم حزب الله هو المشكلة ويجب أن نتعاون وأنهيت مشكلة حزب الله مين بيحميك يا حبيبي هذا الوحش المنفلت مين بيحميك منه ما بدك تبني دولة مش أنت عم تقول بدنا دولة شرط بناء الدولة حماية الحدود يا خي مش مع سوريا باك تعمل ميزان قوى لتقدر تتفاوض بندية أنا موافقة سوريا عندها جيش قوي لازم يكون عندك جيش قوي ضعيف في لبنان له معنى واحد العمالة لإسرائيل عم بيحكي بصراحة ولا يوم كان سمحت السيد بيقول نحن بدنا الجيش ضعيف ولا يوم علما إذا القضية أن المقامة هي الهدف أن تبقى لازم ينبسط إذا الجيش ضعيف لأنه يبرر بقاء المقامة ما كان يفكر بهالطريقة قضيته دائما كانت ابنه جيشا قويا نريد لهذا الجيش أن يسلح بأحسن أنواع السلاح هذا جيش بلدنا ونحن معنى فن للفن ومقاومة للمقاومة شرفوا ابنه جيش وسلحوا الجيش بس ما بتبنوه من الكم مثل ما قال الإمام الصدر الشعب المسلح يعود نقص المهمة عند الجيش مش لنقص الوطنية لنقص القرار السياسي بالتسليح والإعداد والتجهيز هون آخر نقطة في واحد من النواب الغفلي يعني هون المرأة وفلتت شوت وصدفة تسألوا المذيعة بأحد الحوارات بتقول له طيب وإذا ما في مقامة شو بصير الوضع على الحدود الله بسيطة بسيطة بصير متل ما كان بين 49 و 69 و 60 مظبوط بصير متل ما كان بين 49 و 69 و 60 بس يا شو بدي استعمل تعابير أنا شو بدي استعمل يعني الواحد بيتطر مرات يسيق لنفسه لما بدي وصف وصف حقيقي بلا من نوصف شو كان الوضع بين 49 و 69 لك أنت نائب 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 بلا نائب حالي وعلى أساس ما شاء الله بيفهم وبيعمل لي شعارات وبيلعب لي بشعاراته و والمصيبة أنه يعني عائلته بتشبه عائلتي يعني 49 و 69 شو كان فيه بين 49 و 69 تعالى نعمل نحن وياك الكشف الحساب جنوب الليطاني خصوصا في منطقة مرجعيون وما أصبح لاحقا اسمه الشريط الحدودي يعني بنت جبال ضملا عيتارون ضملا بليدة ضملا منطقة النقورة ضملا وأنا أقول لكل الناس عندكم أصدقاء عديسي ضملا سألوا كبار السن في هذه المناطق اللي عاشوا 49 و 69 عشت بأولها يعني أنه كنت بعدني عم بتفتح أنا بتذكر كان عمري 7-8 سنين بنت كالتي تجوزت لأ الله يرحمها وزوجها الله يرحموا حيتارون مبيت الأمين هي مبيت الأمين وهو مبيت الأمين ونحن راحين على العرس وأنا معود أنه العرس بيكون بالليل بالصهرة على الدبكة قال الساعة 3 قال ما 8 بتسكر الضيعة وبالطفة لا الإسرائيلي مانعها ممنوع يكون في ضو بك عيتارون كلها بعد الساعة 8 هذا 49 الجيش اللبناني حاجز الخردة للساعة 8 بيخلي لا لأنه الإسرائيلي بيجي بيعد علاه روح فتش يا حبيبي روح لعند مدير مخابرات الجيش إنه شف لي هذا الحكي مضبوط بير السلاسل حاجز الجيش بيسكر ممنوع السيارات تطلع بعد الساعة 8 ولا سيارة ممنوعة تقطع على بير السلاسل بيرجعك إلا إذا معك إذن من المخابرات يعني مهمة قاصة بس المواطن العادي اللي ما في يمره حتى إذا أنت جاي من بيروت وطالع عضاعتك بالليل ما فيك توصل ليه لأنه الإسرائيلي بأي لحظة مبلغ الجيش إنه بأي لحظة بيعمل إنزال بهالمنطقة وبدو يفوت يحط حاجز مخفر الدرك بجديدة مرجعيون كانوا يفوتوا عليه حطوا العسكر والعسكر والدركيين يعني كانوا بيعرفون إنه كل الليلة بدون ينطروا بيجي الإسرائيلي بيفوتهم على الحمام بيسكر الباب عليهم وبيعون بيجيب جماعات الأحزاب اللي هو يشك بأنها تفكر بعمل مقاوم وقومي ضد الإسرائيلي بيحقق معهم بالمخفر بالأربعة وستين أرر لبنان بدي يجر الماء من أربع إلى أربع قرى من مياه الوزاني هددته إسرائيل راح لمجلس وزراء الدفاع العرب قالوا له نحن معك تاني يوم إسرائيل دكت قزيفة صوت بسموها خلابية بالألفين لبنان جر المياه من الوزاني إلى 22 بلد إسرائيل أنت تفتح تما بسمي شو عم تحكوا أنتو تسعة وأربعين تسعة وستين بالـ 68 نزلوا بمطار بيروت الكوماندوس الإسرائيلي وحرق طائرات الميدل إيست وما حدا يجي إلي لأنه كان في خطف طائرات ومدرشوا وطلعوا الفدائيين من مطار بيروت لأنه لبنان حي تواطي مش لشي تاني هذا لو طلعوا من مطار أورلي ما بيسترجعوا على بيريس وحرق الطائرات وبالتالي بدوا يكون سياجك عالي وسياجك العالي لما تنطع عليه التعالب إذا ما كان جيش قوي والجيش لا يقدر يواجه إسرائيل بدوا إمكانات أكبر من التي تحتاج المقاومة لأن الجيش مؤسسات ثكنات ومرابد مدفعية ومطارات معلنة ومقر قيادة بيطلع الطيران مثل ما عمل بـ 67 الإسرائيلي ومسح الجيوش العربية فنحن محميين اليوم عاملين توازن عم نخلي وزير الحرب الإسرائيلي يقول أنه لا نوقف عملية برية عم نخلي رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه لا فينا نوقف الحرب عم نخلي نتنياهو تنصل على غرفة نوم مسيرة المقاومة هذا يعني هذا التوازن الذي أنتجته المقاومة هو الذي يحمي لبنان وبكرة بتشوفوا النتائج وبالتالي أي كلام عن الجيش ليس حبا بالجيش هذا كذب هذا سؤالنا إذا كنتم تحبون الجيش فعلا وإذا كنتم تريدون أن يكون الجيش هو الجهة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان فرجونا روحوا يا نواب أدموا اقتراحات قوانين لتخصيص صلاح ومال وموازنات وقوانين للتعبئة والتجنيد لا يصير عندنا جيش حقيقي روحوا بالعلاقات مع الدول بدل ما تعملوا نميمي على المقاومة وتحرضوا على المقاومة روحوا طلبوا صلاح نوعي للجيش اللبناني مش سلاح ميليشيات نحن سلاح جيشنا اللي يعطوه يا الأمريكان والفرنسوية هذا سلاح ميليشيات هذا مش سلاح جيش سلاح الجيش بيبلش من الطيران دفاع جوي صواريخ أرض أرض صواريخ سطح سطح ضد البحر وبعدين بتحكي لي بالباقي نحن عندنا وحدات خاصة للعمليات الداخلية ما عندنا جيش هذا ليس انتقاس من وطنية الجنود والضباط والقيادة هذا انتقاس من القرار السياسي المباع للخارج مش المقامي للخارج ومنرجع من عدلكون ياللي ما فهمتوا فهموا هاي المقامة التي تدعمها إيران وتدعمها سوريا اتهمتوها قبل الألفين انه هي مش مقامة لتحرير الأرض وانه هي مجرد مقامة لتحسين شروط سوريا في التفاوض مع إسرائيل تتذكروا وقته؟ رجعوا على الأرشيف ما حدا منكم بقي اللي عم تحكوا اليوم مش على الولاد عم بحكي على الكبار اللي كانوا وقته موجودين شو بدي بالسيصان ديوكي تبعكون كانوا يقولوا انه هاي المقامة في مفاوضات وي بلانتيشن ومفاوضات كامب ديفيد والسوري يحتاج تتصعب العمليات السوري لا يحتاج تنزل العمليات كنا نقلكن تعالوا لنشوف بالآخر أرض مين اللي رح تتحرر ليش كنا واثقين نحن لانه اللي رح يتحرر الجنوب مش الجولان لانه كنا واثقين ان هذه المقامة تقاتل لتحرير أرضها وانكن كذبين وانكن تفهين بعد منها باللالفين وخمسطعش والفين واربع طعش وهي تقول لنا هاي المقامة مجرد ضغط تفاوضي لتحسين شروط إيران بالملف النووي راحت إيران على الملف النووي ووقعت اتفاق نووي وجابت مصريات الاتفاق النووي مثل ما عم بقولوا الأمريكيين هلأ وعطتهم للمقاومات وانتو عم تقولوا هار حكي المشروع الإيراني في المنطقة أهم من الملف النووي عظلين فإذا شو المشروع الإيراني إذا لم يكن الملف النووي شو فلسطين عار ايه بتعمل مشروع فلسطين نحن من جماعة هذا المشروع تعجب لي مشروع شعودي لتحرير فلسطين مشروع مصري لتحرير فلسطين مشروع وين بدك جاهزين لنكون جزء منه وبس يبطل الإيراني عن فلسطين نحن ما نبطل عنه بس أنتوا كنتوا تقولوا للتفاوض النووي هلأ غيرتوا لأنه تحملت إسقاط الاتفاق النووي من أجل أن تنتصر لسوريا ومعركة سوريا وأن تؤمن الدعم لقوى المقامة وتعلم سلفا أن هذا قد يغضب الأمريكي ويجعله يخرج من الاتفاق النووي وين بيكون الاتفاق النووي هو اللي عليه وين المقاومة بتكون عم تخدم مصالح إيرانية طلعوا من هاللعبة من هالزغر من هالرخص من هالسخافة من هالأمراض العصبية وفكروا بشوية عكلانية وبشوية هدوء وبهدوء أنا بلكن نحن ذاهبون إلى نصر أكيد خلص ما بقى حدا يخلي الشك يفوت على قلبه يخلي هيك التلاعب بإعدادات العقل هو الستنج مخنى حدا يلعب لنا فيهن بشوية أكاذيب وشوية تركيبات شكلية منطقية الوقائع دامغة ثابتة المسار واضح التطورات الميدانية تتراكم ونحن ذاهبون إلى النصر حكما قطعا قولا واحدا يقينا مطلقا وسلام القدس لكم وعليكم